السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات بريفون في كل مكان يا رب تكونوا بخير معاكم مستر أسامة الهادي النهاردة ان شاء الله هنشرح زفر ستريسون في الساكت دي تير انتايتلد ريبيتد مالتيبليكاتف أو ريبيتد مالتيبليكاتف والدرس ده حبيبي يعني مقدمة لحاجة مهمة جدا في الماس اسمها الاكسبونانس وده معناه ان احنا بنعمل مالتيبليكاتف لنفس النمر في نفسه عدة مرات او ان احنا نقدر نقول الاكسبونانس هو عبارة عن ريبيتد مالتيبليكاتف ولو احنا افتقرنا سوا ان مسألة المالتيبليكاتف هي عبارة عن ريبيتد الايه لعملية الاديشن يعني احنا لما كلنا بنيجي نقول مثلا 3x4 معناه ان احنا نقول ان هي احنا نحن نحن نقول دلوقتي احنا نحن نحن نقول دلوقتي ايه معناه ان احنا بنعمل 4x4 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 equal 16x4 equal 64 4x4 جدا او مشهورين جدا احنا مثلا بقول 4 power 2 ده power square طبعا هنا four square وهنا طبعا four cubed هنا بقى طبعا بقول لك we had no before in the set integers z لما كنا عندنا الانتجر زي عندنا 3 power 4 معناها 3 times of 3 times 3 times 3 3 كم مرة 4 times where we found that the number 3 دوت هو او بارة has repeated 4 times and itقرر كم مرة itقرر 4 times in the multiplication operation عمليات ال a in multiplication and we read it بنقول as 3 the power 4 يبا احنا بنقول 3 is the 2 the power a to the power 4 also in the rational في القيو طبعا لما نقول 2 over 3 كل دولت من power 3 معناها انها برضو 2 times 3 مكرر ريبيتت كم مرة 2 times 2 power 3 times 2 over 3 times 2 او معناها ان هنا التو اللي اكسبونا بتاعتها سري عملنا عملية distribution للسري دي مرة للتو يبقى 2 times 2 times 2 وعملناها مرة للسري بقى 3 times 3 times 3 times 3 في جينوميلياتور يبقى في النيمرياتور هتبقى 2 power 3 over 3 power 3 بعد ما عملنا distribution او توزيع للسري على 2 مرة ومرة تانية على السري هتبقى 2 power 3 ب 8 وعندنا 3 power 3 ب 27 نفس الكلام لو احنا قلناها 2 over 3 power 4 بتقرر 4 times ومرة تانية على السري هتبقى 3 power 4 تانية على السري هتبقى 3 power 4 هتبقى 2 power 4 equal 16 و 3 power 4 متقرر 3 power 4 multiplied by itself 4 times هتبقى 3 power 4 times هتبقى 3 power 1 from the previous way تدوز الزات بنقدر نلاحز ان انت لو عندك كده ايه over b دي هنعتبرها انها ايه rational number والن هي عبارة عن positive integers يعني عدد صحيح بس ايه positive يعني ان دي تكون positive اهم حاجة ما تكونش negative معناها انها ايه ايه over b متقررها كذا مرة to n time يعني لو اني دي 7 يبقى هتتقرر كم مرة 7 time لو 9 نفس الكلام هتتقرر 9 time وبنقراها ايه over b to the power n to the power n او نحنا نقول the ends powers of the number a over b طب لو قلنا ايه over b كل ده هو power n معناها هنعمل distribution للن دي مرة للنموريتر اللي هو ليها تبقى ايه power n ومرة تانية ليه genominator اللي هو بيها تبقى بيه power n تعالوا نشوف مثلا حالة كده ده decimal number power 2 هو اللي جوه دوت اللي جوه البراكتس دي هي عبارة عن 0.7 طبعا هي نفسها seven over ten كل ده power 2 هنعمل distribution لتو دي مرة للسفن ومرة للتن هي بقى seven power 2 والتن هتبقى ten power 2 في denominator seven power 2 احنا عارفين اللي هو بكام ب forty nine وعندنا ten power 2 هو عبارة عن الهندرد يبقى لو قلنا the a over b is rational number and the a over b zero power zero اي حاجة power zero على طول نعرف انها بتاقوال كام بتاقوال وان بس اهم حاجة ان the a ديت اللي فوق not equal to the a zero طيب تعالوا ناخد حالة زي دي كده هنا a over b ويا عندنا ال ام هي positive integer هنلاقي ان a over b هي عبارة عن a over b ايه باور ام اه وكمان عندنا ال ام دي ازان نماعي لازم تكون ال ام دي ايه ايفن نمبر لو ايفن نمبر النيجاتف دي بتروح على طول طب لما نقول نيجاتيف هاوف او نيجاتيف وان اوفر تو كل دوت باور ايه باور فور هي نفسها وان اوفر تو باور فور يعني احنا مش عايزين النيجاتيف ده بقى طب لو هي مسلا بالشكل ده كده اللي هي في الحالة دي الريزلت بتاعتنا لازم تطلع بالايه بالنيجاتيف هتبقى وان باور سيدي طبعا وان وطو باور سري بايت يلا ناخد مع بعض اكزامل نمبر وان يعني بابسط صورة هنا طو اوفر سري باور تو تايمز ناين اوفر فور اللي هي دي كده اول واحدة هنتعامل معاها ازاي هنقول هنا عندنا طو اوفر سري باور تو تايمز ناين اوفر فور هي هنعمل ديستريبيوشن للتو هتبقى تو باور تو اللي هي دي اول واحدة وبعد كده سري في الجينوميليتر باور تو كل ده طايمز للناين اوفر فور تو باور تو هي هي نفسها هي نفسها الفور اللي هي دي كده وهي سري باور تو هي نفسها الناين هيبقى هنا فور دي كلها كده هتبقى عبارة عن فور اوفر ناين طايمز ناين اوفر فور طبعا ببساطة جديدة جدا دول هيروحوا مع بعض يعني ايه الكلام ده يعني دي كده هتروح معا دي ودي هتروح معا دي هيبقى انا ايه الوان ناخد واحدة تانية عندنا هنا بيقول لك هنا ناين اوفر فور باور تو طايمز تو اوفر فايف باور فور طالما هنا على طول دي هتبقى ايه واضح جدا هتبقى اهي فدي كده هتتحول هتبقى هنعمل مرة للفايف هتبقى فايف باور تو ومرة تانية هنعملها للفور هتبقى فور باور تو بالشكل ده طيب النيكاتي دي راحت فين طارد خلاص لها لان هي الباور كله كان بايفن نمبر تو او فور او سيكس او ما شبه هذلك لازم النيكاتي دي هتطير في الحالة دي هتبقى هنا فايف باور تو ايه اوفر فور باور تو تايمز هنا دي هتبقى تو اوفر فور هنعمل برضو دي ستريبيوشن للفور هنا مرة للتو مرة للفايف اه للتو هتبقى تو اوفر فور وللفايف هتبقى فايف اوفر فور بالشكل ده احنا خلاص وصلنا للمرحلة دي هنهنا فايف تايمز تو لما نيجي نعملها حتى بالكركولياتور او حافزيني بتاع الفايف هتديني فايف والفور باور تو هي بسكستين كده خلاصنا دي نروح للي بعدها تو باور فور بمعنى تو تايمز تو بفور تايمز تو بايت تايمز تو بسكستين وهنا فايف باور فور هي نفسها اللي هي سيكس هندرد تويني فايف طيب هنلاحز حاجة ان هي عندنا دي هتروح مع دي كده السكستين هتروح مع دي وهنا تويني فايف هتبقى هنا وان وهنا تويني فايف هتبقى ايه باي تويني فايف يبقى هنا فوق في وان في النيمريتور هيبقى تويني فايف تاحت هو دي النتيجة بتاعدي السؤال نمبر سري هنا سري اند ها فطبعا واضح جدا ان ده اه ميكس نمبر اه ان هي في هول نمبر وفي كمان ايه فراكشن ففي الحالة دي لازم نحوله دي امبروبر فراكشن طبعا في امبروبر فراكشن نعرفين ان النيمريتور بيبقى دايما اكبر من الجينوميليتور فهنا كلنا بنعمل ايه في الحتة دي كده كنا بنقول هنا كده تايمز وهنا كنا بنعمل تايمز سري بسيكس بلاس وان بسفن اهي وطبعا كل دولة باور تو هتبقى باور تو زي ما هي كل ده دي بايد دي بايد ايه لنيجاتف تو تايمز برضو هنا هنيجي هنا هنيعمل دي كده هنا طبعا بنفسك كنا تايمز وهنا فوق هتبقى ايه بلاس تو تايمز تن بتوينتي توينتي بلاس وان بتوينتي وان ووفر تو طبعا هنا آآ باور وان يعني كله طبعا مش مكتوب طبعا بس هو معروف كده باور وان يعني اود نمبر يبقى النيجاتف دي هنظننا محتفظين بيها زي ما هي ما منشلهاش يعني هنا سيفن اوفر تو هنوزع نعمل مرة لي السيفن هنبقى سيفن باور تو وتحت في الدينو من يترو اللي هو هتبقى تو باور تو هنا هتبقى آآ فورتي ناين سيفن اوفر تو فورتي ناين وي تو اوفر تو بفور تايمز لي النيجاتف تو اوفر توينتي وان ايقوال هنا بالنيجاتف تنزل آآ نلاحز بقى هنا حاجة هنا هتروح مع اللي تحت هنا تحت يبقى في كم تو وهنا نعمل للسيفن هتدينا سيفن سيفن هتبقى فوق وهنا اللي باقي تحت هتبقى سيكس واندننا محتفظين بالايه بالنيجاتف ديه هتبقى نيجاتف سيفن اوفر سيكس ناخد نامبر فور معنا نامبر فور بيقول لي هنا نيجاتف تو اوفر فور باور تو طبعا باور تو في هنا نيجاتف على طول نعرف اني النيجاتف دي هتطير وهنا طبعا هنختفز بالنيجاتف لان هي يعني وهنا اي حاجة زيرو احنا عارفين انها هتكون طب ناخد اول حاجة هتبقى تو باور تو وفي النيجاتف هتطير طبعا لان الباور هنا ايه بالنمبر آآ عدد زوجي اللي بعدين هتبقى نيجاتف نحتفظ بها طالما الباور اود نمبر هيبقى هنعمل مرة للفايف ومرة تاني للتو هتبقى هنا فايف باور سري ومرة تانية تحت تبقى تو باور سري وهنحتفظ بالنيجاتف زي احنا ما قلنا لاني الباور هنا اود نمبر واحنا عارفين اني دي كل لها كده اي حاجة باور زيرو بكام بون هنا طبعا تو باور تو هتبقى فايف باور تو هتبقى بتويني فايف تايمز نيجاتف فايف باور سري يعني مرتبلاي باي اتصال في سري تايمز فايف بايف فايف بايف هتديني وان هادد تويني فايف وتحت تو تايمز تو تايمز تو هتديني ايه واني شوف هنعمل ايه بعد كده من الواضح جدا اي حاجة هتبقى ايه نفس الحاجة نفس الارقام هنا طبعا فيها تبقى فيها وهنا اه طبعا للفور هتبقى هنا طبعا هتروح هتبقى وهنا فيها 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 هايبقى فوق زي ما احنا شايفين وان تايمز فايف بايف وتحتها تبقى وان تايمز تو بتو وما ننساش ودي هلا هتكون النهايي بتاعتنا وكده يا حباب قلبي نكون اه خلصنا ده تعالوا نشوف اكزامبل تاني هنا بقى حاجة اسمها او تعويض طب او يعني احنا بيقول لك هنا من دي كانت كيمة الاكس بي بي نيجاتف وان اوبر تو وما ديني اللي الواي ليها قيمة برضو وما ديني للز برضو ليها ايه قيمة يقول لك فاينزا فاليو اكس بلاس واي كل دولك مع بعض باور سري طايمز للز باور سري كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنشيل الاكس دي ونحط قيمتها قيمتها هنا بكم هي دي كده نكتبها مرة تانية الاكس هنا بنيجاتف وان اوبر تو يبقى هني هنكتب ايه اللي هي دي نيجاتف وان اوبر تو بلاس نكتب بلاس الواي الواي بوان اوبر فور هنكتبوا بلاس وان اوبر فور ونحطوهم بتوين وما ننساش بتاعت الايه الاكس اللي هي بتاعت الهاوف وكل دولة هنحطوهم بتوين براكتس وهنقول ان هما باور سري لان هو زي من دي هاني كده ان ايه باور سري هالتايمز للايه زيت باور فور الزيت بكام بفور باور سري ادي فور باور سري هنا طبعا من جوه هتبقى معناها ان احنا نقدر له ان هي الهاوف دي هي عبارة عن تو اوبر فور عشان يبقى ايه ادينهم زي بعضو دي عارف نجمعهم بصورة نعملهم ايه كل ده محتفظين برضو بالباور اللي هو ايه السري ده كل ده نيجي هنا بقى طبعا واضح دي نيجاتف تو بلاس وان هتبقى نيجاتف وان اوبر فور دي كده اللي قوة كده براكتز كل ده باور ايه سري هنا هتنزل زي ما هي زي ما احنا شايفين ان هي دي كده وهنا طبعا هنعمل مرة للنيميراتر الوال وان ومرة تانية للجينومونيتر الوالفور في الليميراتر هتبقى وان باور سري وفي الجينومونيتر الوالفور باور ايه سري كل ده طيب ناقص حاجة بقى واحدة ان احنا نلاحظها جدا وكل سهولة ان هنا دي فوق هتروح معا دي هيتبقى فوق طبعا وهيكون دي الناتج بتاعنا وبكده حبيبي نكون خلصنا في الاجبرا آآ ان شاء الله المرة الجاي نكمل وناخد هتمنى ان كنتوا تكونوا فهمتوا الدرس وان شاء الله هتلاقوا ليمتوا مسبت في اسفل الفيديو يوصلكم لجميع الحلقات بتاعت السكند تيرم وان شاء الله هنحل مع بعض كل فترة على الاجزاء اللي احنا اخدناها احنا عندنا في الاجبرا وعندنا طبعا فيه وعندنا فيه اللي هي الطبعا اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ويختار الكل عشان يوصلوا مني كل الديد تمانياتي بالنجاح والتوفيق والتفوق معاكم مستر اسامة الهادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة